بالمحاضرة المحاضرة ما تسير حتفون عن التوحد التوحد هو اضطراب يشغل العالم وسبابه غامضة طبعا بالعراق الكثير من الأطفال حاليا دعانوا من هذا الموضوع بدت تنفتح بعض المراكز الأهلية والشباب بدأوا يعني يفتحون هاي المراكز وعني شخصيا تابعت هذا الموضوع يعني سفيرة الطفولة بالعراق فكثير من المراكز زرناها ونتائج جدا حلوة ومو بس ببغداد يعني بالمحافظات أيضا بالنجف وكربلة زرنا بعض السناتر التابعة للعتبة فعندنا الأمور الأسباب جدا مجهولة بالنسبة للتوحد ولحد الآن لم يصل الباحثون لعلاد جذري فولادة واحدة بين كل 110 أطفال لديهم أوتزم عدنا إصابة الطفل من الذكور مصاب بالتوحد بين كل 70 مقارنة بالإناث انتشار نسب انتشار الطراب التوحد تفوق نسب انتشار مرض الأيدس والسكري والسرطان المجتمع يعني هو مرض العصر نعتبره طبعا ومع كورونا والحجر المنزلي والهومسكولينج هاي كلها أيضا يعني أمور أدت إلى ازدياد عدد الإصابات الأطفال بهذا المرضى وهذه الظاهرة يعني معناها أنه ممكن أيضا هو عامل نفسي يعني ممكن موضوع الجديدة هذي العيباد وعدم متابعة الأهل إلهم أيضا هذا ممكن يكون موضوع آخر هذا هو الشعار هذا هو للأوتزم يشبه للبريست كانسر لكن البريست كانسر يكون لونه وردي هذا مثل البوزل مثل الأحجية أصفر وأحمر وأزرق هذا هو نموذج الأحجية التوعوي لمدلول الشعار المرضى التوحد يظهر الغموض والتعقيد بالتوحد لهذا مسوي على الشكل الأحجية الألوان والأشكال مختلفة مثل تنوع الأشخاص والعائلات التي تعيش مع هذا الإضطراب الألوان الشريطة المبهجة تشير إلى الأمل الأمل من خلال الأبحاث وزيادة الوعي في الأشخاص أمثالكم إحنا كنا خلال هذه المحاضرة أكيد كنا سمعنا بأحد أطفال أصدقائنا جيراننا زملائنا يعانون من أو الساينز ما التوحد لذلك يعني خلال نشر التوعية كل من المكان ممكن نعمل تغيير يعني بعض الأهل يكونوا في حالة دينايل في حالة عدم التصديق أنه هذا ابنه بتوحد يعتبر أنه فهذا شيء شينفول فهذا شيء يعني أنه ما يريد يعترف أنه ابنه مصاب بهذا الشيء وهذا ما يساعد الابن بالعكس ممكن يعيقه لكن إذا الأهل يكونون متعاونين يكون منفتحين أكثر لهذه المشكلة ووعين أكثر ممكن يساعدون ممكن يقضون على طيف التوحد بالبداية وممكن يقللون من العراض نسبة 70% خلي نشرح أكثر عن الأوتزم ولو الأساتذة قبلي البارحة أو للبارحة شرحة ووايا لكن نرجع نعيد بعض المعلومات ونضيف عليها يسمى أيضا الأوتزم أو التوحد الإعاقة الغامضة الطيف الذاتوري هو إعاقة نمائية متداخلة ومعقدة عادة خلال الثلاث سنوات الأولى من العمر نسبة انتشاره 20 إلى 10 ألاف تقريبا معدل انتشار بين الذكور بنسبة 4 إلى 1 للإناث اختلاف خطورة وعراض مرض التوحد من حالة إلى أخرى وبالرغم من عدم وجود علاج طبي لمرض التوحد حتى الآن ألا أن العلاج المكثف والمبكر قدر الإمكان يمكنه أن يحدث تغييراً ملحوظاً جدياً في حياة الأطفال والمصابين بهذا الاضطراب حقيقة ليس في حياة الأطفال المصابين وأيضاً الأهل تتغير حياتهم لأن العائلة بالكامل تكون مجدودة إذا الطفل بيتوحد تلقى العائلة بالكامل سترس ومتوترة وخصوصاً إذا ما متفاهمين وما يعرفون شلون يتعاملون مع الطفل انتشار هذا المرض هو أكثر من متلازمة داون عرف بأنه اضطراب نمائنا ناتج عن خلل عصب وظيفي في الدماغ غير معروف الأسباب يظهر في السنوات الثلاثة الأولى كنا نعرف أن السنوات الثلاثة الأولى هي أو الخمسة الأولى هي السنوات تحديد وتكوين شخصية الطفل ومهاراته فهذه الأمراض النفسية تصيب الأطفال في هذه المراحل ويتميز فيه الأطفال المصابين به بالفشل في التواصل مع الآخرين وضعف واضح في التفاعل وعدم تطوير اللغة ظهور أنماط شاذة من السلوك وضعف في اللعب والتوحد في الغالب يظهر بدرجات شديدة لدى الإناث ويكون مصحوب بتأخر عقلي أحيانا وأحيانا يكونون الأطفال المصابين بالتوحد يكونون شديدي الذكاء لكن ما يعرفون شلون يعبرون ما يعرفون شلون يقدمون المعلومة للمقابل المهارات الاجتماعية لمرض لمرضى التوحد لا يستجيب لمنادات اسمه لا يكثر من الاتصال البصري المباشر غالبا ما يبدو أنه لا يسمع محدثه يرفض العناق أو ينكمش على نفسه ويهسد نشوف الأطفال اللي لازمين الآيبادات تشوف حركات غريبة من عدهم ما يقبل تاخذ الآيباد ما يقبل ياخذ التليفون يقوم يبتش ما يعرف يعبر هاي كلها علامات بدايات توحد يبدو أنه لا يدرك مشاعر وعحاسيس الآخرين ما يحس بالآخر إذا يكون ضايج منزعجة من تصرفه ما بعالم آخر هو يكون يبدو أنه يحب أن يلعب لوحده ويتوقع في عالمه الشخص الخاص به انعدام واضح بالإحساس بالألم يعني ممكن يندب عليه مي حار أو مي بارد ولا كأنما يعني ممكن يتعرض للحوادث وبدو ما يدرك المهارات اللغوية يبدأ الكلام نطقت كلمات في سن متأخرة هذه ملاحظة مهمة لازم الأهل يدركون بها عندما يتأخر الطفل في نطق الكلمات آية أحد العلامات ويفقد القدرة على قول كلمات أو جمعة معينة كان يعرفها في السابق ويقيم اتصالا بصريا حينما يريد شيئا ما يتحدث بصوت غريب أو بنبرات ويقاعات مختلفة يعني مو شرط التوحد يكون بالولادة ممكن يحدث لاحقا يتكلم باستعمال صوت غنائي وطيري أو بصوت يشبه صوت الإنسان الآلي لا يستطيع المبادرة إلى محادثة أو الاستمرار في محادثة قائمة قد يكرر كلمات عبارات مصطلحات لكنه لا يعرف كيفية استخدامها نرحب بجميع البارتسيبنس اللي حضروا معنا تحدثنا بالبداية عن مرض التوحد والآن دي نشرح المهارات أو العلامات للطفل المصاب بالتوحد تشخيص مرض التوحد كيف يكون الطفل يعاني من ثلاثة أمور رئيسية لا يتواصل لا يوجد أي تفع الاجتماعي مع أخوانه الأهل أو باقي العائلة أبناء العام أبناء الخال أو الجيران أو الأصدقاء تخيل تجده كثيرا سارحا يتخيل أمور كثيرة يتخيل ممكن صديق أو اللعبة تتحرك أسباب مرض التوحد صعوبات قبل الولادة وإثناءها وبعدها اختلال في جهاز المناعة هذه كلها يعني ما كفت شي ثابت ما كو أسباب ثابتة لا يزال هذا المرض مجهول ومبهم علمياً اختلاف في تركيبة أو وظيفة الدماغ اختلاف كيمياوي حيوي للدماغ اختلال في العمليات الأيضية أسباب فيزيولوجية وممكن تكون حتى أسباب اجتماعية مثل ما قلت لكم الآن جي للآيباد كثير منهم الآن مصاب بطيف التوحد أصناف مرض التوحد هاي فانكشنال آتزم التوحد عالي الأداء يعني أن الشخص قد يذهب إلى المدرسة مع بعض الدعم ويستمر بالعيش بشكل شبه مستقل وقد يكون موهوب ذو تركيز عالي التوحد متدني الأداء يعني أن الشخص لا يستطيع العيش باستقلالية ويحتاج إلى دعم كبير احتمال إصابة الطفل بالتوحد إذا توفر إذا كان في عائلته إصابات توحد أخرى إذا كان جنس الطفل ذكر إذا كان عمر الأب أكثر من أربعين عاما إذا كان في العائلة سوابق اضطرابات وراثية أو عصبية بحاذي المحاضرة أني طرقت لأهم العلامات وأهم الأسباب اللي هي كلها بالنسبة للأطفال توحد حقيقة أحب يكون المحاضرة مات تشاركية أكيد هواية من المشاركين عندهم أسئلة فأحب يكون إذا أحد عند استفسار أو سؤال ممكن يسئلوني وأجاوبهم علي حتى نستفيد من المعلومات والوقت تشاركي